أنت كنت بتخوفها ليه حضرتك؟ أنا بقى قمت بدور البابا لجميلة لأنه هو عادل هي طبعاً يعني واخدها دلع من كل الناس دلع دلع فأنا قمت بالدور بتاع بابا بالنسبالي اللي هو يبقى دايماً فيه رهبة وحاجات كده وكان بتحصل لجميلة برضو نفس الحكاية جميلة بقى اللي تحكي الحكاية دي برضو لما أنا بتدي أخش الشقة هي تبتدي أتعايف أنا بس مع صوت المفاتيح مثلاً بقى ألعب أنا كان فيه حكتين كده ممنوعين في البيت أوفر قوي أنا مش عارفة ليه ممنوعة مش حافية وممنوعة ألعب مانيكور وأحط ميكوب فدلماً كنت بقى أطلع الحاجات دي وألعب وممكن ماما تسابني أو طلع بطي فقدت آه آه بس لأ الفكرة المرة اللي هو كنت باعث فيها وبقى أقولك تنكزيني دي آه مانيكور آه كانت مانيكور أو ميكوب وسماعت صوت المفتاح وبقى أعمل كده وعايت وإمسحيلي بسرعة أن مش هتلحق تمسحني يعني وايت تقدري عليها يا حبيبتي آه لأ ومش كده تنطقوت تقول له حرام عليك يا عاطف حرام عليك يا عاطف أنا كنت بأشوف أن الحاجات دي ممنوعة ده دلع مرق وأنا ما بحبوش وممنوع المانيكور والحاجات دي لسه هي بيبيت ومفيش حاجة اسمها أنها تبقى ماشية حافية في البيت دلوقتي هو اللي بيحطي لها المانيكور طيب دلوقتي أوكي ماوتا دلوقتي آه بس أنا قمت بالدور يعني أو أنا دي كان بطبيعتي حاولت حتى مع بناتي كنت كده برده طيب وصلوني بقى لفترة المرض إحنا كنا فين؟ إنت كنت مخرج خلاص مستقر وتمام وعلاق تمام وكلنا في مناصبنا وفيه لسه دي صغيرة خالص ورندة تمام في شغلها وكده المرحلة دي كتت عاملة ازاي؟ مرحلة كانت صعبة جدا هو أولا جاله فيروس سي وأمي كانت خلاص في فترة أن هي خلاص حتطلع معاش وبدأت هي خدت الموضوع راية ففضلت تقرأ بشكل قوي جدا على فيروس سي وعرفت أنه فيروس سي بيقلب كانسر فجالها اكتئاب حاد اكتئاب رهيب وكنا وسفرت مرتين أمريكا للعلاج معاها ولا هي لنفسها؟ لا معاها وسفرت معاها خدها مرتين لأمريكا للعلاج ودي أكتر فترة أنا حسيت فيها قدي إيه هو راجل بيحب أمي يعني أكتر فترة حسيت أن أبويا ده راجل كويس جدا وبيحب أمي جدا وأول مرة أعرف أنه كان بيكتب مذاكرات النهار ده صحتها وفترتها وقدت لها الدواء مش كده صح؟ أنتوا دي عارفينها كويس أبقي بيكت تحكيها أنت حسن مني لا أنا أنا يعني دي يعني أنا فاكر اليوم البابا هو كلنا كنا موجودين في البيت وبعدين هو كده فجأة كده بلاك أوت وقع مننا ويعني دخل قطو وجمدة كثرة دوله حقا ومش عارف إيه وبتاعه وحاجات كده وبعدين أنا فاكر أول ما قام يعني يعني هو قام لأنا كلنا حواليه يعني فهو بصرنا كده وقال لي أولاد أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة أول فقلنا له تفضل فقال الصحة الصحة أنتوا لازم تاخدوا بالك من صحتك وقلت له على فكرة إحنا كلنا واخدين بالنا أنت الوحيد اللي مش واخد بالك من صحتك وابتدت بقى القصة من هنا يعني من أول هنا بقى بتدينا بقى نعمل الإشاعات والتحاليل والحاجات دي المامتي خدت كل التقارير الطبية والحاجات دي وطلعت بقى لأمريكا عند أمتي فيفي دي أختها وعرضوا كل الحاجات دي على الدكاترة الأمريكاني الدكاترة الأمريكان قالوا كده هم يعني قالوا لها بصوا مات على الجهوش هو كانسر درجة تالتة في الكبد وهو مش هيعيش إلا ثلاثة أشهر فما تعزبوهوش يعني ما تعزبوهوش خالص ترجمة نانسي قنقر